الآية القرآنية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تريت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم المقصود بالدرجات إيه؟ الدرجات العليا لأن الناس مراتب على حسب عباداتهم إنسان أدى الفروض ناجي إن شاء الله أدى النوافل له درجة أعلى أكثر من الطاعات له درجة أعلى وأعلى وأعلى وهنا ندرك أن التصوف في الحقيقة وشكر الله لهذا اللقاء لأنه جاء في موعد وميقات حام والعالم كله في أمس الحاجة إلى ثقافة الصوفية المعتدلة الوسطية الآن لأن ما وصلت إليه البشرية والحضارة والتحدي الحضاري الآن تكنولوجيا وصلت القمة نكلم من فيه أقصد الأرض ونتعامل معه ونراه أصبح العالم قرية كما يقولون هذا التقدم الحضاري والمادي في حاجة إلى تقدم روحي وديني يكبح جماح الثورة الحضارية حتى لا يكون فيها شطط لا بد من الثقافة الصوفية المعتدلة التي بها يتسم العالم بالاعتدال فلا يشقى الإنسان بما أنتجته الحضارة من تقدم تكنولوجي فضيع ولا يكبت نفسه ويتقوقع ويقول أنا عابد لله لا يأتي التصوف ثقافة وسطية معتدلة تبين للناس أن يعبدوا ربهم دون مغالاة ودون تقصير ولا تجعل يدك مغلولة لعنقك ولا تبسطها كل البصر وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ما جعل عليكم في الدين من حرم هذه المعاني موجودة في القرآن والرسول نفسه عليه الصلاة والسلام مع أنه كان يتبسط مع أصحابه ومع المسلمين حتى لا يظن أحد أن الإسلام فيه مغالاة جدا لكن حين يكون وحده يعبد ربه ما شاء يقوم الليل يتهجد حتى تتورم قدماه وتقول له السيدة عيشة تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يقول أفلا أكون عبدا شكورا ترجمة نانسي قنقر